انا شايفاك يعني انت بتحب الطرف الثاني بتحب الشريف جدا شايفاك كمان انت شايفه بنسبالك فرصة شايفاك بتشتغل على العلاقة كتير جدا عشان انت هتنجحها عشان تخليها تمشي لقدام شايفاك كمان ممكن طالب منه فرصة يعني انك هتتطور وانك هتتحسن بنسبالك او يكون ده تفكير الطرف الثاني شايفاك كمان ممكن تكون مستني منه فرصة في موضوع كمان مادة غالب على القراءة جدا يعني بالنسبالك انت بتفكر في المادة بشكل كبير ممكن بعضكم في تعصر في الحالة المادية ممكن بعضكم حاسس ان الحل هيكون في الوضع المادي يكون متحسن ده للبعض منكم ده بالنسبة لتفكيرك انت ودمغك انت في الوقت الحال تفكير الطرف الثاني فيك ايه او في العلاقة انا شايفا بيشوفك كارت الماجيشن هنا يعني الساحر هو يعني يا اما بيشوفك شخص جذاب وجميل وعندك ادوات كتير وتقدر توصل العلاقة لشكل افضل او ان هو يكون بيشوفك شخص مخادع كمان تفكيره من ناحيتك كعاطفي زيادة عن اللزوم انت اللي لقاته في تلاعتلك في القراءة مرتين يعني مرة بتفكيرك انت ومرة بتفكيره هو انتو محتاجين فرصة والفرصة دي على فكرة مرتبطة بالمادة كتير ومرتبطة بالاستكرار ومرتبطة بالثبات مرتبطة برخاء بنجاح بحاجات كتير قوي يعني انتو الاتنين تفكيركوا كتير مقارب من بعض لكن في في تفكير الطرف التاني كمان انا شايفاه هو خايف انت ما تصبرش معاه ما تستحملش معاه تمشي وتتيبه في تفكير الطرف التاني من ناحيتك كده تفكيره كمان من ناحيتك هو دايما يعني بيشوفك انت الحنان او انت الامان هو المفروض يكون بالنسبة لك يعني ممكن اقولك على حاجة ممكن لبعضكو انت بتتعامل مع شخص يكون عاطفي مثلا جدا او بيحبك قوي وشايفك حاجة كبيرة قوي وشايف ان هو المفروض يقدم لك حاجات كتير ويعمل لك حاجات كل اللي انت عايزه بس هو مش قادر وهو بيحس ان هو لما مش بيقدر بيحس انه عايز يمشي عايز يمشي للسبب ده ان هو مش قادر يعمل لك اللي انت عايزه او يحقق احلامك اغلب الطاقة اللي الموجودة معايا هي ممكن متنطبقش على الكل على البعض لكن يا هذه الطاقة اللي الموجودة قديني هو ده اللي انا شايزه اااااااااااااا . militiday آآ في حب كبير لي جدا. وبعضكم لو انتو زعلانين يعني انتم متزاوجين بس في زعل بينكم وبين بعض الشخص ده عايز يعتذر لك. عايز يتكلم معيك. عايزة يصفي الامور تماما. عايزك ان انت سا تدي له فرصة. آآ من ناحية نوايات جاه العلاقة آآ انا شايفة نوايات جاه العلاقة حلوة جدا. آآ نوايات آآ يعني اول حاجة يعني انا شايفة لسي نفقات. هو عايز علاقة نكحة من كل حاجة. تبقى انتم الاتنين مبسوطين وعندكوا بيت واسرة واتقال وحياتكو سعيدة وكويسة. كمان بيشوفك ان انت الشخص اللي بتكمله. آآ بيشوفك يا برج السرطان ان انت سلميت بتاعه. آآ بيشوفك انك انت آآ يعني انت منه وهو منك. دي نظرته ليك او دي نوايات جاه العلاقة. انكم انتو اللي اتنين تكونوا متحدين جوه بعض. آآ وشايفة كمان في نوايات هو ممكن يكون بيلجأ لربنا كتير. بيلعي ربنا كتير انكم تكونوا مع بعض او انه انتو تبقوا آآ بالشكل اللي هو عايزه. آآ بالذات كمان يا برج السرطان لو انتك تتعامل مع طاقة مائية زيك او نارية بالذات برج الحمل او الاسد. او طاقة هوائية. آآ هو كمان آآ بنوايات جاهك انه عايز يكون نجاح وعايز يحقق نجاح معيك. عايز يحقق معيك انتصار. عايز الزواج ده يعني انا شايفة انت بتتعامل مع شخص او الطاقة اللي قدامي. بتتعامل مع شخص. سواء انت روجر او ست كل نواياك ويسة جدا في جه العلاقة. آآ كمان ممكن يكون الشخص ده مجروح من حاجات كتير او بيعاني من ظروف وحاجات كتير او غير العلاقة العاطفية او غير ان هو عنده مشكلة معيك في العلاقة العاطفية. لا هو في عنده مشاكل تانية كتير او يكون بيشوفك انت شخص كده. يعني انت شخص آآ اتعبان مش ناقص مش متحمل. انت شخص بتعاني من حاجات كتير فهو عايز يعني عايز يخرجك من ده عايز يخرجك من الحالة دي. يا اما يكون هو شخص هو نفسه اللي شخص عامل كده. فانا شايفة تفكيره ناحيتك ونوايات جه العلاقة قويسين جدا. لحد دلوقتي. ايه مصير العلاقة? مصير العلاقة شايفة ان فيكو حد هياخد قرار بشكل متهور. ممكن يعني انا شايفة بصه هي قرار ممكن تكون عكسية. بس الطرف التاني. آآ تفكيره من ناحيتك كده. ممكن انت برج السرطان تاخد قرار متهور. ممكن تكون بتشك في حاجة. آآ في حد هياخد قرار متهور بين ان هو آآ يمشي. يسيب العلاقة دي. وآ ويمشي. وهيحس ان هو آآ كده تمام. آآ كده هو سليم. آآ كده هو بيعمل الحاجة الصح. كده هو حقق انتصار لنفسه. آآ برغم ان هو هيكون تعبان جدا هو بيعمل كده. او بيدوس على حاجات كتير او بيستقوى على الطرف التاني. لكن في حد هيعمل كده. آآ وبعد ما هيعمل كده هينزوي بقى مع نفسه. يعني هينزوي مع نفسه يفدل يفكر في كل حاجة. يعني مش بشكل انطوائي. لأ. آآ بشكل اكتشافي اكتر. يعني ان هو هيتعمل بقى في شكل العلاقة. عاوز ياخد وقت مع نفسه مثلا تفكير. آآ مراجعة حسابات. آآ مراجعة اخطاء. حاجات من النوع ده. ده اللي انا شايفيت مصير العلاقة. عايزة اتحاب لك كارتة تاني لمصير العلاقة معنش. بسم الله لحمن لحمن. مصير العلاقة بالنسبة لبرج السرطان. آآ آآ اه هو الشخص ده آآ حذر من حاجة. او انت. يعني ممكن حد فيكو آآ هيبقى عنده قلق. هيبقى عنده تخوف من حاجة. هيبقى خايف آآ بزدات لو انتو برج آآ ناري بتتعامل مع برج ناري او ترابي. آآ شايفة فيه تخوف آآ شايفة آآ شخص آآ ممكن مجروح كتير وآآ وخلاص مثلا خايف يكمل خايف يجازف. آآ شخص ده حذر. او تكون ده احساسك انت وانت اللي هتمشي عايز تمشي من العلاقة دي آآ يا برج السرطان. ده بالنسبة لمصير العلاقة وده هيكون في الوقت الحالي آآ هي مش مش طاقة مستمرة يعني. طب نصيحة بتاعتك. آآ انا شايفة نصيحة بتاعتك برج السرطان. انك آآ يعني آآ آآ حاول انك تجغل نفسك. وبعد عن التردد. آآ انا شايفت كمان في نصيحتك انه انت كمان ممكن يكون عندك اوهيم عندك افتر كتير بتفكر في حاجات كتير آآ ممكن ملهاش علاقة بالواقع. آآ ممكن لبعضكم انت عندك اختيارات كتير فصاره عايز يقول لك انك تحدد اختياراتك. آآ بعضكم ممكن يكون عنده شك في علاقة ثلاثية. بيشك في علاقة ثلاثية. فهو عايز برضو يقول لك ان ممكن انت تكون متوهم ان ده مش آآ مش حقيقي. او لو انت متأكد ان هو حقيقي ممكن تكون علاقة مستبتة. او تكون حاجة انتهت خلاص وانت لسه تفكيرك موجود فيها. آآ وبعد عن السلبية وانك آآ تبوصل نفسك بنظرة آآ آآ نظرة يعني المدني عليه. آآ لأ انت يا شخص كويس وانت شخص يعني الحبيب بيشوفك حاجات كويسة جدا. فاقبعد عن النظرات السلبية للي حواليك او لنفسك انت او انك تشوف نفسك مظلوم او مدني عليك. آآ اخرج من الحالة دي اخرج كمان من حالة الندم آآ بزداد على المستوى المادي. آآ لان انت ربنا يعودك بحاجات حلوة كتير قوي جاية. يعني انا شايفة انت ماك شخص بيحبك. شايفة الاسف بنتكاز انت عندك فرصة كمان ممكن يكون عندكو آآ عطاء مادي من ربنا سبحانه وتعالى او حل آآ من ربنا لاستمرار العلاقة دي. لكن في نصحتك انا شايفاك تبعد عن حاجات كتير. ممكن تكون لبعضكو بيعملها في الوقت الحالي آآ بيتمدن بيتحصر كتير على حاجات فاتة على حاجات مضت آآ ممكن بعضها يخص المادة بعضها يخص حاجات هو عملها لشخص وملقاش منها نتيجة. ايبعد عن التفكير ده او تفكير في وجود طرف ثالث عن اوهام كتير في المغة. لو بعضكو عندو علاقات كتير آآ يبعد عندو يحدد هدفو يحدد اختيارو بالنسبة لبرج السرطان آآ متزوجين آآ الكراءة انتهت. بتمنى لكم الخير والسعادة والتوفيق آآ ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب. آآ شكرا للمتابعة برج السرطان متزوجين ونروح للعايزبين دلوقتي. برج السرطان بالنسبة للعايزبين. هنقول مع بعض القراءة هتكون عبارة عن آآ انت ايه اللي مستنيك او ايه اللي جاي لك او ايه اللي بيحصل في حياتك. آآ لو انت بتحب حد او فيه في حياتك شخص ايه تفكيره آآ تجاهك او تجاه العلاقة. ايه نواية تجاهك او تجاه العلاقة. ايه مصير العلاقة مع الشخص ده. وكمان النصيحة بتاعتك للفترة دي ان شاء الله. آآ هقول لي الطاقة بتاعتك الاول برج السرطان. انا شايفك يا برج السرطان بالنسبة للعايزبين والغير مرتابطين. انت حاسس انك في وضع متكتف. انت مقيد في وضع معين. الوضع ده تعبت جدا وانت مقيد فيه وحاسس انك مش عارف تاخد منه. آآ كمان شايفة في عندك آآ يعني انت عايز تحسب مثلا يعني الناينو في طرفت هنا ممكن تقول لي حاجتين. يا انت بتدور على زواج وعلى استقرار وعلى سعادة وانك آآ تعيش حياة مستطرة بشكل يرضيك. آآ لكن انت متكتف ومش عارف آآ آآ انت متكتف ومش عارف آآ يعني الموضوع خارج عن ايدك. او انك تكون بتتعامل مع شخص متزوج آآ وانت برضو متكتف وحاسس ان الموضوع خارج عن ايدك. آآ يعني انت بتحبه او كده لكن القرار مش عندك انت. القرار عند الشخص تاني. آآ ده النسبة للعيزبين والغير مرتبطين كمان انا شايفة لبعضكم آآ ممكن يكون فعلا في علاقة ثلاثية. يعني انا شايفة كمان من من الطاقة ومن القرار قداني. في احتمال كبير قوي آآ تكون لبعضكم يكون في علاقة ثلاثية. آآ لو انت في علاقة ثلاثية فانت آآ بواصس على العلاقة الثلاثية دي وعايز تلاقي لها حل باي شكل. وانت كمان في حواليك حب كتير او ممكن يكون في شخص تاني بيحبك او بيرقبك او بيبص عليك. وبيحاول يبينلك حبه بس انت مش شايف كل ده. انت بتبص على العلاقة اللي انت موجود فيها. ده من ناحية لو انت في علاقة ثلاثية. لو انت مش في علاقة ثلاثية برج السرطان انت آآ يعني ممكن قاعد مسلا نستني انك يعني يحتل الارتباط. آآ بيبص على كمين فاتت من عمرك او بيبص على مشاكل حصلت في حياتك او بيبص على وضع انت مقاعد فيه. آآ لكن اللي بعد كده لزا ثور بيقول لي انك انت في تغيير جذري هيحصل في حياتك. يعني انا شايفة انه بالنسبة لك هيكون اللي فات هيكون يعني كان حمادة واللي جاي حمادة تاني خاطئ. آآ فانت فيه تغيير جذري هيحصل في حياتك. طبعا من الناحية العاطفية. لان انا كريمي على الناحية العاطفية. آآ فيه تغيير جذري هيحصل وتطور هيحصل للاحسن. فيه علاقة هيكون فيها صلحة هيكون فيها تفاهم هيكون فيها اعتذار. آآ ممكن تكون من شخص ده من الماضي او كنت تعرفه من الصفولة او جار او زميل في الشغل او زميل في الجامعة او يعني آآ الشخص ده آآ يعني لو هو لو هو في علاقة سلسية هيرجع لك انت. يعني انفاصل عن العلاقة دي لان هو تعبين جدا ويرجع لك انت. لو هو آآ مش في علاقة سلسية وانتو مسلا فيه بينكم مشكلة هيرجع لك. لو انت مفيش في حياتك حد فانت فيه شخص هيظهر في حياتك انت كنت تعرفه قبل كده. حتى ما مكنتش تعرفه علاقة عاطفية. بس انت شفته قبل كده. او الشخص ده يعني انت تعرفه من زمين وما شفتوش بعض الفترة هترجع تشوفه تاني. اه ده بالنسبة انا قلت هنا كده كل الاحتمالات. التقاطل الموجودة اه انا شايفة النارية معاك كتير. والنارية والترابية والهوائية كتير برضو. اه والمائية كمان موجودة. الابراج اللي موجودة معاك برج السور برج العقرب. اه برج الجوزاء برج الاسد برج اه قلنا عقرب سرطان فيك كمان وبرج الحوت. والعقرب طالع لك مرتين والسرطان طالع لك مرتين يا برج السرطان. فانتو شاكلكم بتتعاملوا مع اشخاص اه ابراج مائية كتير ونهرية كمان. اه وبرج الكوز كمان. طيب نبدأ افكراع او هنقول انت ايه او كده انا شايفت في الوقت الحالي انت واقس من الثاني. انت حواليك ده ما قلت في الطاقة بتاعتك انت فيه ناس بتبص عليك. انت فيه ناس ممكن تكون بترقبك. اه ناس تكون حواليك معجبين مثلا ناس بتحبك. لكن انت في حد معين هو اللي باصس عليه. باصس عليه. ومستنيه جي لك. مستنيه اخد قرار. مستنيه ان هو يتكلمك. شخص ده انت بتحبه جدا. وعايز اقول لك هو كمان بيحبك جدا. انا شايفة فيه حب من ناحية الثرف الثاني لك. اه فيه حبه متبادل لكن للبعض هيكون فيه علاقة اه ثلاثية. للبعض ممكن يكون هو زميلك في في العمل او في الجامعة او اه او جار او 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 يكون بينكو اصدقاء مشتركين يعني. اه اه لكن انتوا ممكن تكون تكون عيشتوا مع الشخص ده. سويني بقى. اه انت ممكن تكون عيشت مع الشخص ده قصة حب وكان بينكو مسلا اصدقاء مشتركين او كده. والشخص ده مسلا اه خدعك في حاجة او سايبك ومشي منك مرة واحدة او اه انت اللي سبته ومشيت مرة واحدة انا شايفاك في الاخر انت بتستشفي او انت بتحاول اه تخرج من اه اه يعني من من حالة او من مواقب انت تعرفت لها من علاقة عاصفية فاتت مع شخصك انت انت انتو الاتنين بتحبوا بعض. ممكن يكون فيه اه طرف ثالث. اه ثلاثة. ودخل في العلاقة دي افسدها. ده احتمال برضو تاني لبعض النقو. اه لان الكراءة بتاعتك فيها احتمالات كتير جدا وانتو كتير جدا. فانا قلت كل حاجة اقدر اقولها دلوقتي. اه طيب لو انت فيه شخص تاني بتحبه. اه تفكير الشخص ده تجاهك ايه? الشخص الثاني ده اه هو عنده حيرة كبيرة انا. عنده حيرة وعنده تردد وعنده طرف تاني. ايا يمكن بقى الطرف التاني. لكن في كل الكراءة على فكرة الطرف التلت ده موجود بقى. يعني فيه طرف تلس يعني فيه طرف تلس. اه عنده حيرة كبيرة جدا مش قادر يسيطر على الوضع في الوقت الحالي. ده تفكيره. اه ممكن تكون بتتعامل مع شخص من بورجنيري او السرطان او او القوس. الشخص ده عنده حيرة كبيرة. اه عايز يبدأ معاك بداية جديدة. ده تفكيره. لكن هو حاسس ان البداية اللي هيبدأها معاك دي. اه هو هيدوس فيها على ناس كتير. هي يعني هتروح مسلا فيها يعني فيها مسلا ايه? اه اه هو خايف على قيمة على عادات على لكن فيه عندكم نهاية الشيء في تفكيره هو عايز ينهي حاجة.